سد النهضة هل حريك شايف أن المفاوضات وصلت خلاص لطريق مسدود مع التعنت الأسيوبي فيما يتعلق بهذه القضية؟ احنا كنا من سبعين ثلاثة شايفين المفاوضات انفرجت وأن هناك شبه اتفاق في الولايات المتحدة بين الأطراف الثلاثة السودان وأسيوبيا ومصر وبين البنك الدولي والولايات المتحدة لكن طبعا إعلان أسيوبيا بعدم ذهابها إلى المفاوضات الخميس والجمعة دولت بحجة كده غير منطقية أنهما لسه ما خلصوش دراسة يقلقني جدا والقلق جاي أن المنطقة دي كلها ما تقدريش تحكمي على حدث فيها من غير ما تربطيه بأحداث الأخرى فأنا مش عايز أبعد سد النهضة عن اللي بيحصل في سوريا ولا اللي بيحصل في العراق ولا اللي بيحصل في ليبيا ولا اللي بيحصل بإيران لأن المسائل فيها تشابك مصالح ولها محاولات لزعزعة استقرار المنطقة الزبط كده ولا هي مصالح على جانب آخر مصالح وهز استقرار المنطقة اللي مصر هي الوتد الرئيسي فيه النهاردة مصر والسعودية والخليج وهم الوتد اللي مانع التمزق طبعا فكرة النهاردة نقرت مقالة في جريدة أسيوبية مترجمة يعني أن هم شايفين أنه ما فيش أي داعي لأنه نروح أمريكا والثلاث أطراف يقدروا يحلوا مشكلة مل خزان السد وخلاص ودي مسألة بسيطة ومصر هي اللي معقداها لا مصر مش معقداها مصر لازم الاتفاق أنا طبعا مش خبير ولا قرأ لكل الأحداث ولكن استقرار مصر المائي أتابع كسياسي يعني مصر عايزة حل مش بس لملء الخزان عايزة بقى لإدارة الخزان وإذا حصل كرايسس في المستقبل والجهة القانونية اللي ممكن نلجأ إليها مصر عايزة حل متكابل وده حقها لأن نهر النيل ده مش هزار ده هو في نهاية الأمر شريان الحياة مصر مش هتسيب حاجة للظروف مصر لازم تكون حطة كل الاتفاقيات في البداية وأنا أعتقد أن احنا موقفنا الأخير يعني موقف واضح وقوي وتدخل الولايات المتحدة كان إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي طبعا إيجابي رغم أن أنا شايف أن إيجابيته مثلا كتفتنا في موقفنا تجاه الحل الفلسطيني لأنك أنت بتبقي كده في كونفلكت ما بين أنا معاك هنا صراعات مصالح بقا صراعات سياسية فالمسائل ما هيش بالبساطة دي يعني اللي يضع نفسه في موقع القيادة السياسية في مصر النهاردة يعني الحقيقة الموقف صعب جدا بيجازف مجازفات كبيرة فقط طيب فيما يتعلق أيضا بهذه القضية وما وصلت إليه الأمور حتى هذه اللحظة يا دكتور حسام بتتوقع أن الموقف المصري هيكون إيه؟ وبأن مصر مصر على موقفها زي ما حريك بتقول هي عايزة تضمن حقه فهيكون إيه الموقف في الحالة؟ ما هو لو حضرتك بسيتي على اللي هما شبه الاتفاق النهائي هتجد إنه هو الخلافات كانت تقلصت جدا والفترة اللي هما بيملوا فيها السد هما مش عايزين السد عشان يستخدموا المية أو عايزين السد عشان يولدوا كعربة وبامتلاء السد على مدة بحيرة السد على مدة طويلة لا تؤثر على إرادة المياه لبصر اعتبارا أيضا من وجود المياه في بحيرة نصر ده اللي أنا فهمه يعني بدون الخبرة المائية أعتقد إنه هو كان فيه شبه اتفاق إيه اللي بيغير بقى الموقف الأسيوبي يعني ده مسائل أعتقد وجود الولايات المتحدة مهم والبنك الدولي هم الممولين برضو الرئيسيين لبناء السد بايدووية مع الهندسة الإسرائيلية والصينية